اشتركوا في القناة واغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين ومردت الجن ويقال يا باقي الخير أكبر ويا باقي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك في كل عين كلها نعرف هذا الفضل العظيم كلها نعرف هذه الوجورة العظيمة كلها نعرف أنه رمضان شهر التوبة أنه رمضان شهر المغفرة أنه رمضان شهر الرحمة أنه رمضان فرصة للتقرب إلى الله أكثر وإلى أن نقبل إلى الله سبحانه وتعالى وعشان نعتق من النار وندخل الجنة كلها نعرف هذا التالي فهل نعرف كيف نستغل رمضان وكيف نقضي أوقاتنا في رمضان أو شي كم ساعة في رمضان يعني رمضان كله كم ساعة لو قلنا رمضان ثلاثين يوم معناها ثلاثين للأب وعشرين هالي سبعمائة وعشرين ساعة طب هل حنقول إحنا سبعمائة وعشرين ساعة صاحين ما نقدر لا حننام طبعا قول أغلب الناس يلاهم ثمانية ساعات في اليوم اللي هو ثلف الأب وعشرين ساعة معناها صارت من سبعمائة وعشرين إلى أربعمائة وثمانين ساعة يعني تقريبا أغلب الناس يوعدوا أربعمائة وثمانين ساعة في رمضان من غير نوم أربعمائة وثمانين ساعة تلسوي أشياء كثيرة مرة تلس تعمل أشياء كثيرة مرة عشان تستغير رمضان وعشان تأخذ الفائدة المرجوة من رمضان أعطيك مثالين المثال الأول لو نفتم القرآن زي ما أغلب الناس يحب ويفتموا القرآن في رمضان أنا جربت أمس قبل ما أكلمكم جربت قلت خلي أخلص وجه واحد من القرآن قل ليش عندنا أخلصه وسويت التجويد والأحكام والمدود قراءة سريعة قدرت أخلص الوجه خلال دقيقتين معناها لو بخلص القرآن كله القرآن كام القرآن ستمية وأربعة توجه إذا قلنا القرآن ستمية وجه مثلا ستمية وجه ضرب دقيقتين معناها ألف ومئتين دقيقة نقدر نخلص القرآن كله تعرف كم ساعة هذه معناها عشرين ساعة في عشرين ساعة تقدر تخلص القرآن كامل تلاوه عشرين ساعة من أربعمية وثمين ساعة عندنا أصلا قديش ولا حاجة يعني نقص أربعمية وثمين من عشرين يصير أربعمية وستين ساعة نسع اللي تختم القرآن وتخلص القرآن وعندك أربعمية وستين ساعة فاضي يعني لا تخلي تختم القرآن فقط هو هدفك وهو مبتغاك لا لا هذا ولا شيء يعني كويس طبعا وأجر عظيم لكن عندك وقت كثير ثين تفتقراء أكثر من مرة لو تحسبها هذه الحسبة لو عشرين ساعة بس تخلص القرآن كامل عندك أربعمية وستين ساعة باقي قول إنك تقضي وقات كثيرة مع مثلا شاوير ومشاغل البيت هاي كلها لو تحسبها كم ساعة ساعتين ثانس ساعة ثاربع ساعة في اليوم برضه حيبقى لك ساعات كثيرة وإنت نصيحة مني في هذه الأعمال أبقى تحتسب الأجر عشان أبغى رمضان كله أجر أبقى رمضان كله يكون تقرب منك إلى الله سبحانه وتعالى مثلا لما تقضي مقاضي للبيت احتسب الأجر قول أنا حجيب مقاضي وأكل بحيث أي واحد إذا أكل ليه أجره وكنه إفطار صائر وأنا قاعد أقضي حاجة الموم تكيف كل حاجة حاول تحتسب الأجر حتى إذا نمت تحتسب الأجر إنك تقوم وتكون مصحصح وتكون بكل قوتك وعافيتك عشا تير تصلي تير تصوم تير تعبد الله سبحانه وتعالى فتكون حتى في نومك ليك أجر فإحنا قول عشرين ساعة هذي خطبة قلع باقي أربعمية وستين ساعة لو أنت تصلي الترويخ كل ليلة وخلنا نقول سات الترويخ ساعة في اليوم تعالى معناها ثاتين ساعة لو ننقص ثاتين ساعة من أربعمية وستين يق بالك يقالك أربعمية وثلاثين ساعة تصلي ترويخ كل ليلة وتختم القرآن وباقي لك لسة أربعمية وثلاثين ساعة في أوقات طويلة وساعات طويرة ما حذكر أمثلة ثانية لكن أنت أدرا وأتوقع الفكرة وصلت إنه عندك ساعات كثيرة وإنه عندك أوقات كثيرة وإنه عندك فرصة كبيرة جداً تعبد الله وستتقرب إلى الله سبحانه وتعالى شوف إيش الأعمال اللي تناسبك اللي تجد تبدع فيها ممكن تخلي رمضان فرصة بالإضافة إلى صالة ترويب وقراء أنك تحفظ قراء حط هدف يمكن تحفظ عشرة أجزاء وممكن تحفظ خمس أجزاء ولاحظوا جزئين من القراء الكويس ترى تخلي أيضاً عندك هدف دعوة إلى الله سبحانه وتعالى ليش لا؟ رمضان وفرصة خاصة لو عندك من المسلمين سواء في بلاد الإسلامية أو إنت برة البلاد الإسلامية رمضان فرصة أنك تبين لهم وهذا مدخل للكلام معهم أنه إحنا في رمضان رمضان شهر الصوم يعني مدخل أنك تبدأ الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى مع غير المسلمين حتى مع المسلمين ادعوهم إلى إسلام ادعوهم إلى التمسك بالدين الى الاخلاص مع الله سبحانه وتعالى اشياء كثيرة المهم قضي اوقاته بطاعة الله سبحانه وتعالى في التقرب الى الله سبحانه وتعالى لان رمضان شهر فرصة ان الواحد يتقرب الى الله سبحانه وتعالى ايش هدفك انت فيه طبعا هدفك في الدنيا الجنة انك توصل للجنة انك تعمل عشان تصل الى الجنة انتبغى مغفرة الله سبحانه وتعالى انتبغى رحمة الله سبحانه وتعالى رمضان فرصة رمضان هو هو الشهر اللي يعطيك هذا الدافع وهذه الروحانية انك تعبد الله سبحانه وتعالى وانك تتجه الى الله سبحانه وتعالى لا تضيع وقتك زي اغلب الناس ما يضيع وقتك كثير من الناس هتكون مشغولة بالمسلسلات لانه مسلسلات هي موسمة فضلا بالأسف ساعات كثيرة هتعدي على كثير من الناس على المسلسلات احنا قولنا 400-200 ساعة صح في ناس كثيرة يقضوا اغلبها في المسلسلات او النوم لانه مصايم يزوي نفسه بتعبان ومدري كيف فينام اغلب يوم واذا قام يا الله يفطم ويرتاح وتفرج عمسلسل بعد ينام ويقوق وزي كده هذا رمضان من نسباته طبعا هذا ما هيقدر يجبع حسنات كثيرة خليك انت من الناس اللي همتهم عالية تقول صح ممكن مسلسل يفسدهم ممكن حيضحكهم لكن انا ابغى الجزاء الكبير ابغى الحسنات العظيمة انا ما ابغى اجي يوم القيامة وانا ضيع ساعة او ساعتين على مسلسل وفي واحد غيري جاري صاحبي قريبي قاعد الساعتين هذه يقرأ القرآن وقاعد يبكي وقاعد يدعو الله سبحانه وتعالى رفع يدو يسأل الله سبحانه وتعالى مغفرة يسأل الله سبحانه وتعالى الجنة يسأل الله سبحانه وتعالى ان يكون من اعتقام النار وانا اجي الساعتين هالي قاعد يتفرج عم سلسل وضع في مقارنة خلي همتك عالية نضيع وقتك زي اغلب النفس انا عارف اغلب الناس هتفرجهم سلسلاتك نفسر زيها نصيحة مني اليك و اليك و الي نفسي والله انا اكتر الناس هتبتتين لهذه النصيحة خلي همتك عالية ولا تشغل نفسك باللي ممكن تشغل نفسك بي بعيد عن الطاعة لا اشغل نفسك بالطاعة اشغل نفسك مع الله سبحانه وتعالى في افكار كثيرة و اشغل كثيرة ممكن تسويها في رمضان رمضان ممكن يكون هو البداية هو بداية التوجهه كنا الخير في ناس كثير ترى ما يصلوا و خلينا يكون صريح معاكم في ناس كثير ما يصلوا ولا يحافظوا على الصلاة ممكن رمضان فرصة تحافظ على الصلاة وتبدأ تصلي تصلي في الجماعة تصلي جماعة تصلي في المسل رمضان فرصة انك تتوم من ذنوبك رمضان فرصة أنك تغير علاقتك مع الله سبحانه تعالى إلى الأفضل وأنك تتخلص من عادات كثيرة ومن معاصي كثيرة مثلا الواحد ما يدخل من المغرب من الفجر إلى المغرب صح والله فالفرصة يعني أنا برأي شخصي أنه هذه أحسن فرصة الواحدة وكتدخين مثلا في أشياء كثيرة وكتتركها من المعاصي في رمضان وفي أشياء كثيرة طاعات وعبادات ممكن تبدأ تحافظ عليها في رمضان لكن إيش خلي همتك عالي الجنة وحطف بالك أنه رمضان هو أفضل فرصة بالوصول إلى الجنة وإلى وصول مغربة الله سبحانه وتعالى وصول إلى رحمة الله سبحانه وتعالى فوقتها تعبد الله وتترك المعاصي وما تتوجه من الأشياء اللي تضيع وقتها كل المسلسلات اللي بتفرغ المسلسات حيتفرغ لكن صندقني صندقني الواحد حين على هذا الشيء لأنه كان عندك فرصة تعبد الله وتصلي وتصوم وتسود الله خليك من هؤلاء الناس لا تخلي أحد يسبقك في الوصول إلى الجنة وفي الوصول إلى الله سبحانه وتعالى أفكاد كثيرة ممكن فكرة جاءت عراسي دي حين مثلا تجمع أهلك في رمضان مثلا باع الصلاة العصور قبل صلاة العصور أي وقت تجمعهم يوميا تقرأ من كتابة رحيق المفتومة كتابة سيرة كتابة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تقرأ المخبار عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وكيف كانوا وكيف كان وضعهم خلي رمضان فرصة ليك وفرصة لأهلك أنك تتجهوا أكثر إلى الله سبحانه وتعالى هذه رصيحة إليك لا تضيع وقتك في النوم كثير خاصة إذا كان النوم يخليك تترك الصلوات يعني موت صوم نام وضيع مثلا الظهر والأصر لأنك صايم وتأمان إيش الفائدة أهم شيء لا تضيع الصلوات لو تبت نام نام بس لا تضيع الصلوات الصلوات الخفز تحافظ عليها هذا قل شيء وحاول تحسن الأخلام حاول تحسن من تعاملت مع الناس النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه هذا صد الحديث في صحيحة بخاري فمو بس صوم وترك طعام أيضا ترك سوء خلق وترك إزعاج الناس وترك الشيء كثيرة لكن أنت حسن أخلاقي مع الناس خاصة الشغلات هذه وصيتي للكول اللي عندهم شغلات زي ما أنت شايف ناسك تعبان ويا الله تكون قاعد وصاحب في وسط رمضان ارفق بالشغلات اللي عندك مو تخليهم من الصباح إلى المغرب هم يشتغلوا ويطبقوا وينضبقوا ارفقوا بالشغلات ارفقوا بالزوجات زي ما أنت تبتتها هم ينظر يبورتاكم لا تعطيهم لستة بعشرين أكلة يوميا ارفقوا بالناس وأذكركم يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صفيح البخاري من قام رمضان من صام رمضان إيمانا واحتسابه غفرة له ما تقدم من ذنبه فخليك محتسب الأجر وخليك مخلص بالله سبحانه وتعالى أنك قاعد تصوى برمضان وأن هذا إن شاء الله هيغفر لك من ذنوبك وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صفيح مسلم من قام رمضان إيمانه واحتسابه غفرة لهما تقدم من ذنبه احتسبوا الأجر في كل حاجة واعرفوا أنكم في كل حاجة قاعدت سوها في القراءة القرآن وفي الصلاة وفي الصيام أنت قاعدت تعبد الله سبحانه وتعالى لا تخلي هذا الروتين عندك شي تسويه عادة لا تعتبر أنه عبادة قاعدت تعبد الله سبحانه وتعالى فهذا حتخليك تتلذّد بالعبادة لما تعرف أنه قاعدت تعبد الخالق سبحانه وقاعدت تطيع ربك سبحانه وتبغى مغفرته وتبغى رحمته وتبغى الجن هذا والله وعلا